اشتركوا في القناة وخمسين دولة من دول الاتحاد البرلماني وترأس الجلسة سعادة السيد عبدالله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب رئيس الوفد المشارك وقدم ورقة عمل حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعليم وأثر ذلك في حصول الشباب على التوظيف المباشر مستعرضا بذلك تجربة مملكة البحرين في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم من جانبه استعرض سعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى عضو الوفد عدد من الحلول المقترحة التي ستسهم في معالجة مشكلة التعليم وربطه في مخرجات العمل والأمال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة